المستشفيات في الولايات المتحدة تدق ناقوص الخطر من جديد بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا ومتحوراته والسلطات تستنفر الكوادر الطبية ليسعاف المصابين بالوباء هذه المرة كشفت الإحصاءات الرسمية عن وفاة ألف شخص وهي أعلى حصيلة سجلت في أمريكا منذ أبريل الماضي السلطات الصحية ووفقاً لمركز علوم وهندسة النظم في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة أكدت أن عدد الوفيات في البلاد بلغ أكثر من 623 ألف حالة بينما أرقام الإصابات التي بات تثير سجالات طالت أكثر من 37 مليون شخص هذه الأرقام المرتفعة للإصابات والوفيات أثارت مخاوف السلطات الأمريكية بعد تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة ووفاة ألف حالة في يوم واحد تسجيل الإصابات كان أكثر في خمس ولايات أمريكية تعاني تفشي متحورات كورونا أبرزها ليفزيانا وميسيسيبي وفلوريدا وأمام ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بكورونا نشرت السلطات الصحية كوادرها الطبية في الولايات الأمريكية لتقديم النقاحات المضادة لكورونا وحماية السكان من الوباء هذا إلى جانب إعلان البيت الأبيض تخصيص جرعة ثالثة معززة لمن تطعم بجرعتين لمواجهة خطر تفشي سلالات كورونا في البلاد التي باتت تتصدر العالم في عدد الإصابات والوفيات ترجمة نانسي قنقر